بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإخوة الكرام الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في مجلس متجدد من مجالس يوم الخميس الثقافي في ديوان هيئة علماء المسلمين في العراق والذي نستضيف فيه الأستاذ الدكتور رأفة المصري المتخصص في التفسير وعلوم القرآن الكريم والمشرف العام على مؤسسة مدارج للتدريب والمشروعات العلمية ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان وقفات مع سورة العلق فليتفضل مشكورا أحمد الله إليكم وأصلي وأسلم على رسوله وعلى الآل والصحب الكرام والتابعين وعلى من اتبع هداهم واقتفى أثارهم بإحسان إلى يوم الدين لك الحمد يا ربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وكل شيء عندك بمقدار يا عالم الغيب والشهادة يا كبير يا متعال أما بعد فأنا والله الذي أشكركم جزاكم الله خيرا على الاستضافة فوقوفي بين أدي هذه النخبة الكبيرة السامقة الراسخة من أبناء العراق هذا بالنسبة إلي فخر عظيم وشرف كبير وأسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الجنة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم على الأرائك متقابلين وعلى الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعين يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون شكرا لكم على أن تجشمتم عناء الحضور وعلى أن دعوتم العبد الفقير وهو تلميذ من تلاميذكم جزاكم الله خيرا لنتذاكر شيئا من كلام الله عز وجل ولنقف معه والحقيقة الكتاب أو فالأقل أن عنوان المحاضرة التي دعيت إليها أو هذه الجلسة الطيبة من جلسات الخميس الثقافية في هذه الهيئة المباركة جاء نتيجة كتاب فالأقل أو اخترته نتيجة كتاب قد كتبته قبل سنتين تقريبا في وقت الكورونا أو في رمضان الكورونا نسأل الله أن يرحم موتانا جميعا وأن لا يعيد تلك الأيام وأن يجزينا فيها خيرا كثيرا وأن يجزينا عنها خيرا كثيرا يعني يسر الله عز وجل لنا جميعا أن نجلس وقتا طويلا ويعني نستأثر بالوقت دون خلطة الناس وقد كان ذلك الوقت من الأوقات الطيبة بالنسبة إلي قضيت فيها ساعات مع بفضل الله عدد من الأعمال العلمية كان من ضمنها هذا الكتاب سميته واسجد واقترب فكرته كانت في الليالي الأولى من رمضان وكتبت خاتمته بعد صلاة فجر الأول من شوال بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد كنت أخط بخاتمة الكتاب يعني عكفت عليه طول رمضان فالأقل عكفت عليه طول رمضان ليلا ونهارا ولدت فكرة الكتاب من تلاوتي لسورة العلق في الصلاة فقلت أثناء التلاوة يظهر لي أن سورة العلق وصدرها كما لا يخفى عليكم هو أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول ما طرق قلبه الشريف من آيات الله عز وجل وأول ما شقه السماء بوحي الله عز وجل إلى الأرض وإلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيها هذه الآيات الأولى العظيمة التي نحفظها جميعا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرب الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الآيات التي جعلت من محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات وكانت أول اتصال السماء بالأرض وقلت الذي وقع في قلبي حينها أن هذه الآيات وإن كانت أول ما نزل على رسول الله لكنها إلى آخر السورة ترسم طريق الوصول إلى الله عز وجل من بدايته إلى نهايته مبتدأا بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق مختتما بقوله كلا لا تطعه واسجد واقترب وكأنه قد أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باب الله تعالى وأوقف على ذلك الباب ليتعرف على ذلك الباب ثم قيل له إن الوصول إلى الله عز وجل يستدعي النزول في منازل ودون الوصول إلى تلك الغاية المبتغاه وتلك الغاية المقصودة المطلوبة عوائق لابد من توطين النفس على مواجهتها انظر مثلا قول الله عز وجل في هذه السورة كلا إن الإنسان ليطغاه الرآه استغنى إن إلى ربك الرجع إلى قوله سبحانه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إذن أنت في الطريق إلى الله عز وجل قد تعترضك شيء من العوائق وهناك الكثيرون الذين يحاولون قطع الطريق عن الله أولئك قطاع الطرق عن الله عز وجل وصرح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوسيلة التي ينبغي أن يتعامل بها مع هؤلاء ذلك كان مختصرا في قول الله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب فكأنه بيّن له أن الاقتراب من الحضرة الربانية إنما يكون بذلك السجود السجود الحقيقي والسجود المجازي السجود الحقيقي بوضع الجبهة على الأرض تذللا وانكسارا وتمام عبودية لله عز وجل والسجود المجازي بالانقياد لمقتضى شريعة الله ولأوامره وللسير في طريقه حتى منتهى هذا معنى قول الله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب أيها الإخوة الكرام هذه الآية الأولى التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرقت أبواب قلبه وكلنا يذكر ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في أول صحيحه الحديث الثاني من صحيح البخاري بعد الحديث الأول الذي فيه إنما الأعمال بالنيات الحديث الثاني تحت باب كتاب بدء الوحي تحدث فيه عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان بدء الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أن ذلك الملك الذي طالعه في غار حراء وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ فأخذه فغطه غطا شديدا ثم أرسله فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ ثم غطه غطة أخرى وغطه ثالثة وهو يقول ما أنا بقارئ حتى قال له بعد الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وإحنا بندرس أيها الإخوة الكرام بلاغة القرآن كان يعني يتدفق في ذهني سؤالات حول وجه البلاغة في هذه الآية يعني أي شيء اتصف به هذا الكلام واتسمت به بلاغته جعلت من هذه الآيات نوعا آخر من الكلام لا يعرفه البشر والعرب في ذلك الوقت على قوة ما أوتوه من ملكة لغوية استصغروا أنفسهم أمام مثل هذا الكلام أمام هذا الكلام وأخواته مما نزل من بعد ذلك أيها الإخوة الكرام لم يسجل لنا التاريخ أن أحدا حاول معارضة القرآن الكريم ونقصد بالمعارضة أن يأتي بمثل هذا القرآن الكريم على أن القرآن الكريم قد تحداهم مرارا أن يأتوا ولو بسورة من مثله كما لا يخفى عليكم إلا أنه لم يصح عن أحد لم يصح أن أحدا حاول أن يعارض هذا القرآن الكريم أو أن يأتي بشيء على مثيله طبعا يعني لعله يتبادر إلى ذهنكم الآن أو يعني ينقدح في أذهان بعضنا ما رواه ابن كثير في تفسيره أن مسيلمة الكذاب حاول أن يأتي بشيء على نسق القرآن لكن أسانيد هذا لا تصح وإن صحت فلا شك أن مستوى العرب في الكلام يعني هو أعلى وأرقى من هذا بكثير ما روي عن مسيلمة شيء يضحك يعني لو أعطينا أحد أبنائنا اللي في السادس ابتداء قلما ليكتب لنا شيئا لأتى بشيء أفضل منه يعني مما روي من ذلك مثلا أنه أراد أن يعارض سورة الذاريات فأتى بسورة الباذرات وقال والباذرات بذرة والزارعات زرعة فالحاصدات حصدة فالعاجنات عجنة فالخابزات خبزا فالآكلات أكلة يقول راوي الحديث وليس الحديث صحيحا لكن يقول راويه فما درينا أن يتنزل هذا القرآن على قلب مسيلمة أم على معدته الكلام كان مضحكا بالنسبة إلى العرب ولذلك قالوا إن صح ولم يصح إن صح أن مسيلمة تكلم بهذا الكلام فإنما يكون قد أجراه الله سبحانه وتعالى على لسانه إهانة له وإلا فليس هذا مستوى العربي في الكلام وبين أيدينا المعلقات السابع وغيرها مما جاء في عصر النبوة وما قبله من الكلام في مستوى عالي جدا من البلاغ وليس هذا هو مستوى العربي في الكلام لكن أنا كنت أقول سبحان الله هؤلاء الذين لم يحاولوا أصلا معارضة القرآن ولا الإتيانة بمثله إنما لم يحصل منهم ذلك بسبب أنهم أدركوا أن هناك فرقا كبيرا بين الكلام الذي يتكلمون به لو أرادوا الكلام وبين مستوى القرآن الكريم وأنتم تعلمون إنه إذا كان المستوى والفرق في إتقان ما يتحدى به بين المتحدي والمتحدى إذا كان كبيرا فإنه لا سبيل إلى معارضة المتحدى يعني فلأضرب لكم مثلا وعذروني على ذلك دائما أضربه للشباب في السياق الرياضي أقول لهم لو أن أحدهم جاء وتحدانا من يقفز مثلي فنظرنا وقلنا أكثر واحد فينا ممكن يقفز مترين جاء هذا الذي يتحدانا وقفز خمسة متر في الهواء وقام بحركات بهلوانية هل يمكن لأحدهم أن يقوم ليعارضه أو ليتحدى لا لماذا؟ لأن الفرق بين المتحدى والمتحدى كبير لله ولكلامه المثل الأعلى الذي حصل في ذلك العصر ما بين أقحاح العرب وما بين القرآن هو كمثل هذا أو شيء ما أكبر منه الفرق وجدوه كبيرا جدا وبالتالي لم يحاول أحد منهم أن يأتي بمثل هذا القرآن لما نظرت في هذه الآيات قلت أي شيء هذا الذي جعل هذا الفارق لصالح هذا الكلام على ما يعرفه الناس من كلام بليغ ما الذي أعجزهم فيه والحقيقة أيها الإخوة ما يزال الإنسان يتعلم من كلام الله عز وجل ومن كتابه شيئا فشيء إلى أن يلقى الله عز وجل فطلب العلم مهمة عمرية لا يتوقف طلب العلم متى كان في الإنسان نفس وكما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل لما سئل عن المحبرة الثقيلة التي يحملها قال مع المحبرة إلى المقبرة هذا هو المسلك يعني مسلك العقلاء والعلماء والمثقفين والنخب التي تريد أن تغير في المجتمعات إلى الأفضل وقفت أمام هذا النص فقلت هذا النص على وجازته مليء بالعجائب ولا يخفى عليكم أولا أن هذا النص على قصره الخمس الآيات الأولى الخمس الآيات الأولى على وجازتها وقصرها فإنها مليئة بالمعاني أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالقراءة فقال قرأ ثم ذكر مع القراءة أدوات قال قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يعني عائلة القراءة مكررة عندنا القراءة والعلم والقلم في خمس آيات وبعض هذه الكلمات أو أكثرها كرر مرتين اقرأ اقرأ الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الآيات الخمس الأولى التي هي كالعنوان لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم مستفتحة بما يدل على مضمون هذه الرسالة وطبيعتها هذه الرسالة الإسلامية التي جعلها الله عز وجل خاتم رسالاته إلى البشر هي رسالة علمية مبنية على القراءة وعلى القلم وعلى الاستزادة من العلم ولذلك يقولون مما يتلطفون بذكره يقولون إن الله عز وجل لم يأمر عباده بأن يسألوه لاستكثار من شيء إلا من العلم ذلك في قول الله تعالى وقل ربي زدني علما لم يقل ربي زدني عبادة ولم يقل ربي زدني كذا ولا كذا لكن زدني علما فالإنسان أيها الإخوة الكرام إذا ازداد علما ازداد من كل خير بعد ذلك بتيجي التقوى وبتيجي العبادة وبتيجي العمل وبتيجي الجهاد في سبيل الله وبتيجي النفق في سبيل الله لماذا؟ لأنه تعلم فمفتاح الطريق وأولها قرأ القراءة بالنسبة إلى العلم مفتاح نعم العلم هو المقصود ذكر في هذه الآيات الخمس أداتان لتحصيل العلم الأداة الأولى القراءة والأداة الثانية القلم اقرأ باسم ربك الذي علم بالقلم فكأنه يريد أن يدله على أن الوسيلة للوصول إلى تلك الغاية العلم غاية العلم غاية بذاته وإن كانت هذه الغاية تؤدي إلى غاية كذلك أكبر منها وهي معرفة الله وخشيته ولذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء نعم الإنسان إذا تعلم حق التعلم وقد نأتي على شيء من هذا الآن وصل إلى خشية الله عز وجل ووقع في قلبه قدر الله عز وجل ومن عرف الله وتعلم قدر الله لا شك أنه سيخشى الله وسيجل الله وسيحب الله فيعبد الله عز وجل ويضحي لأجل الله ويبذل لأجل الله هذه المعادلة منطقية جدا العجيب أيها الإخوة الكرام أن هذا الفعل الذي استفتح به القرآن الكريم اقرأ فعل متعد يعني يأخذ مفعولا به ألا ترى أنني لو قلت لك قرأته فإنك لا شك ستسألني وتقول ما الذي قرأته ولو قلت لك اقرأ ستقول لي ما الذي سأقرأه الجملة لا تتم إلا بمفعول به يعني في الصنعة النحوية حتى يتم الكلام اقرأ اقرأ ماذا قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ ماذا باسم ربك الذي خلق ترك المفعول به محذوفا ما السر في ذلك يعني تركه لنقدر ما ينبغي أن نقرأه ولا شك أن أول ما ينبغي أن يقرأ أو أن يقدر مقرؤا ماذا ترون هذا القرآن الكريم أول ما ينبغي أن تنصب عليه هذه القراءة المأمور بها القرآن الكريم والقراءة للقرآن الكريم أيها الإخوة الكرام شيء مختلف بالمناسبة شيء مختلف عن مجرد هذه باللسان نعم أمر الله عز وجل بقراءة القرآن في هذه الآية لأنك تقدر اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ القرآن باسم ربك الذي خلق وهو المفعول المفترض أصلا لأنه أراد أن يتلو عليه القرآن فالسياق وسبب النزول وقصة الآية كل ذلك يساعد على أن يكون المفعول به المقدر القرآن فنقول اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ القرآن باسم ربك الذي خلق واعلم أن الذي أنزل هذا القرآن هو ربك الذي خلق فإذا علمت وعرفت منزل القرآن عظم هذا القرآن في صدرك فأقبل عليه وقرأه ليس المقصود بهذه القراءة حتما هذه باللسان مشكلتنا نحن المسلمين في هذا العصر أن نصيب أكثر صالحين من القرآن فضلا عن غيرهم أنهم يقرؤون الأورد نعم يقرأ كل يوم جزءا لكن ما الذي حازه من هذا الجزء لذلك كانت طريقة سلفنا رضي الله تعالى عنهم في التعامل مع القرآن الكريم أو شيء أو طريقتهم في النصح في التعامل مع القرآن الكريم أن يقرأ ولا تجعل عينك على آخر وردك كثير مننا بيقرأ يبدأ لكن همه أن ينهي ورده اليومي لأنه يريد أن ينصرف إلى غير ذلك هذه هم هم الاستكثار هم الاستكثار من التلاوة من معضلات التعامل مع القرآن الكريم القراءة المأمور بها هي ضرب آخر من القراءة قراءة تدبرية تأملية تعلمية تفيض على القلب من معاني القرآن ما ينتفع به القلب في الدنيا وفي الآخرة كذلك هذا هو المأمور به وهذه مهارة أيها الإخوة الكرام مهارة التدبر مهارة حري بكل مرئ أن يستكثر منها وأن يضعها نصب العينين كيف أتعامل مع القرآن الكريم ولذلك صنف بعض أساتذتنا الكبار كتبا في طريقة التعامل مع القرآن الكريم أستاذنا الدكتور صلاح الخالدي رحمه الله لما ألف كتابا من كتبه الأولى التي صنفها من أول ما بدأ بالتصنيف مفاتيح للتعامل مع القرآن الكريم كلنا يحرص ويحب أن يرفع مستواه في التعامل مع ما يسترزق منه مع مهنته أو مع شغله أو مع طبيعة الأعمال التي يقوم بها هذا مطلب شرعي وهو طبيع بده كذلك إذا أردنا أن نستكثرة من الاغتراف من القرآن الكريم الواجب علينا أن نرفع جرعة مهارتنا في التعامل مع القرآن الكريم جرعة المهارة في التعامل مع القرآن الكريم فنسأل الله تعالى أنه يفتح علينا من أبواب ومن أسرار معرفة هذا الكتاب الكريم ولذلك انظروا إلى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد العلم الغزير فليثور القرآن القرآن أيها الإخوة الكرام هو مصدر كل علم نافع لكن يعرف ذلك من يعرفه ويعلمه من يعلمه ويغفل عنه الغافلون كيف يمكن أن تمسك بمفاتيح القرآن الكريم حتى تمتثل للأمر الذي أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم في أول أمر وأول كلمة نزلت من السماء إلى الأرض على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ إذن اقرأ القرآن باسم ربك الذي خلق ويمكنك أن تقدر مفاعل أخرى اقرأ هذا الكون انظر كيف يدل هذا الكون على الله عز وجل المؤمن أيها الإخوة الكرام هو من نظره فعاد عليه نظره بما ينفعه انظروا إلى قول الله تعالى مثلا فلينظر الإنسان إلى طعامه ما المأمور به في هذه الآية مجرد النظر أن تنظر إلى الطعام لا حتما هذا مما لا يؤمر به ولا معنى للأمر به أصلا إنما المأمور به في هذه الآية نظر ينبني عليه استدلال بعظمة الله عز وجل فالإنسان إذا نظر في القرآن الكريم ونظر في الكون عرف الله عز وجل كيف نعرف الله هذه المهمة الأولى ولذلك إذا ذهبنا إلى البند الثاني اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم علم قراءة والعلم ما الذي ينبغي أن تبدأ بتعلمه ابدأ بتعلم قدر ربك وابدأ بتعلم الجواب على سؤال من هو الله فمن وفق للإجابة على هذا السؤال فقد وفق والله تعالى قد تعرف إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحى إليه بصفاته قال اقرأ باسم ربك الذي خلق فأول ما تعرف الله عز وجل به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه الخالق هذا أول ما ينبغي أن يعرفه الإنسان عن الله طبعا قد يقول قائل هذه بديهة يعني هل يستحق هذا الأمر أن ننبه عليه في هذا المجلس الكريم والله يا إخوانا الكرام أن الجاهلية الأولى التي كانت بحاجة إلى هذا التنبيه عادت على أشرس ما يكون الآن مشكلة كثير من البشر في العلاقة مع الله مشكلة الربوبية جعل الإنسان من نفسه ندا لله تعالى وبالتالي ينبغي أن يتذكر هذا الإنسان أنه مخلوق لخالق ومربوب لرب وانظروا إلى قول الله تعالى في المقطع الثاني من الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله كلا إن الإنسان ليطغى لماذا يطغى هذا الإنسان؟ وأنتم تعلمون أن الطغيان مجاوزة الحد إن هذا الإنسان ليطغى جنس الإنسان يطغى الإنسان الكافر يطغى ما علة طغيانه؟ انظر إلى البعد النفسي في إعجاز نفسي لأن يطالعنا بعض الباحثين فيقولون في القرآن إعجاز نفسي بمعنى أن هناك بعض الإشارات اللي لها أبعاد نفسية نحن اليوم نتتلمذ عليها وندرسها ونحاول اكتشافها انظروا اقرأوا الآية كلا إن الإنسان ليطغى لماذا يطغى هذا الإنسان؟ الرآه استغنى ضمير المفرد الغائب المذكر في رآه يعود على من؟ الرآه استغنى على نفسه هذا الإنسان يطغى لماذا يطغى؟ لأنه رأى نفسه قد استغنى استغنى عن مين؟ عن الله في هذا الكتاب سميت التعليل النفسي الرائع الذي قدمته هذه الآية سميته سيكولوجية الطغيان سيكولوجية الطغيان الطاغية لماذا يطغى؟ الطاغية يطغى في اللحظة التي يشعر أنه قد استغنى عن الله عز وجل في هذه اللحظة يتحول إلى حيز الطغيان التيه والكبر وممارسة الجبروت الذي يقوم به الطاغية نتيجة لعلة نفسية هذه العلة النفسية أكبر وهم وأعظم جنون يمكن أن يقع فيه إنسان على وجه الأرض هذا الوهم هو وهم أنه قد استغنى عن الله فإذا وقع في هذا المرض العظيم الخطير الذي لا يوجد مرض أفتك منه إذا وقع في هذا المرض أصابته هذه العلة فإذا به يتردى إلى حيز لا يوجد شيء أشقى منه نسأل الله السلام والعافية بدأ أحاول أربط هذا مع سورة العلق أنا تأملت أيها الكرام باسم السورة لماذا سميت السورة بهذا الاسم سورة العلق فقلت لا شك أن هذه السورة سميت بسورة العلق لقول الله عز وجل الذي خلق الإنسان من علق يعني بداية خلق الإنسان أو من المراحل الأولى من مراحل خلق الإنسان العلق لكني تأملت ما هي العلقة يعني هذا ليست ليست الموطن الوحيد التي تذكر فيه العلقة كمرحلة من مراحل خلق الإنسان في القرآن الكريم كما قال الله عز وجل مثلا الذي خلقكم مثلا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مراحل خلق الإنسان في أكثر من موضع ومرحلة العلقة كانت أحد هذه المراحل أو إحدى هذه المراحل التي ذكرت في القرآن الكريم في مواضع لكن كذلك لفت نظري أنه لم تذكر العلقة في القرآن الكريم كمبتدأ لخلق الإنسان إلا في هذه السورة يعني دائما كان يذكر من نطفة مثلا أو من طين أو من ماء مهين العلقة ليست المرحلة الأولى من مراحل خلق الإنسان لم تذكر إلا في سياق تعداد المراحل من نطفة ثم من علقة ثم كذا ثم كذا وإذا لم تذكر المراحل مثلا كقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من ماء مهين من نطفة من مني يمنى أو ما أشبه هذا من الآيات لكن أن تذكر العلقة على أنها مبتدأ خلق الإنسان كما في هذه الآية فهذا هو الموضع الوحيد الذي الذي استأثر بهذا 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 الطرح طيب لماذا؟ يعني رجعت إلى نفسي والعلقة أيها الإخوة الكرام هي مرحلة من مراحل التخلق بعد أن تكون النطفة نطفة فتجتمع هذه النطفة مع البويضة فتشكل شيئا ممزوجا يعني كما في مطلع سورة الإنسان بتصير كأنها نقطة دم ثم المرحلة الثانية تتحول إلى علقة تحولها إلى علقة بمعنى أنها تعلق بجدار الرحم فتغتذي على جدار الرحم فسميت العلقة علقة وسميت هذه المرحلة من مراحل تخلق الإنسان بالعلقة بالنظر إلى تعلقها في جدار الرحم واغتذائها عليه في هذه المرحلة الإنسان في مرحلة تخلقه من كونه نطفة من مني يمنى إلى كونه إنسانا كبيرا يمارس حياته وقد يمارس الطغيان ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو شوفوا بالله فإذا هو خصيم مبين سبحان الله هذه الآية لم يذكر فيها المراحل من نطفة ثم 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 لا هو أراد أن يوقع في ذهنك التناقض بين هاتين الصورتين العجيبتين صورة منتهى الضعف وصورة ممارسة الطغيان والجبروت فإذا هو خصيم مبين لله يظن نفسه كذلك وهذا الإنسان الطغية الذي استغنى عن الله أو توهم للأحق والأحرى أنه استغنى عن الله مبتدأه من علقة كانت معلقة في جدار الرحم ولو سقطت هذه العلقة عن جدار الرحم لكانت نقطة دم تنزل مع الدم المعتاد عند المرأة الإنسان في هذه المرحلة في أضعف حالته مجرد نزوله عن جدار الرحم وليس له اغتذاء إلا من اعتلاقه بجدار الرحم مجرد نزوله عن هذا الاعتلاق معناه موته وانتهاءه قد يتوهم الإنسان أيها الإخوة الكرام في لحظة من اللحظات أنه لا حاجة له بشريعة الله ولا حاجة له برعاية الله ولا حاجة له بحفظ الله فكأن السورة تريد أن تعيده إلى مبتدأه وكأنها تريد أن تقول له إنك كما كنت علقة بحاجة إلى جدار الرحم يوم كنت تتخلق فأنت اليوم لم تغادر هذا فإن حفظ الله عز وجل لو ارتفع عنك وإن رعاية الله عز وجل لو رفعت عنك لهلكت كما كان هلاكك وقت كنت علقة على جدار الرحم وقاؤها ووجودها منوط باعتلاقها والإنسان أيها الإخوة الكرام طالما كان معلقا بجدار الشريعة متعلقا بأستار الله متشبثا بشريعته ساجدا على أعتاب رحمته هو في خير ومأمن في اللحظة التي يسقط فيها عن هذا الجدار هلك كما لو كان على جدار الرحم ذلك موضوع التدبر موضوع لا مندوحته لكل من اعتنى بالإسلام وبالقرآن أن يعتني به إذ قد جعله الله عز وجل سببا من أسباب تنزيله للكتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك لي يتدبر واللام واللام التعليل فجعل الله عز وجل علة إنزال الله عز وجل لهذا الكتاب أن يحصله ممن أنزل الله تعالى عليهم هذا الكتاب التدبر لهذه علة ومقصد من المقاصد وقد تأملت فوجدت أن التفاعل مع القرآن الكريم مراتب المرتبة الأولى مرتبة التلاوة لا يمكن للإنسان أن يدخل إلى عالم القرآن إلا عبر بوابة التلاوة والورد القرآني والحفظ والتجويد وما أشبه ذلك ولذلك من استغنى عن الولوج من هذا الباب فما دخل إلى عالم القرآن كمن يزعم أنه في صدر البيت ولم يدخل من الباب بل يقف في الشارع هذا تماما من أراد أن يدخل إلى عالم القرآن فبوابة عالم القرآن المحافظة على تلاوة القرآن وتعلمها وتصحيح التلاوة والتجويد والحفظ وما أشبه ذلك لكن حتما أيها الإخوة الكرام ليس المقصود الوقوف عند الباب أنا وقفت عند الباب جئت إلى عالم القرآن وقفت على الباب وجلست جزاك الله خيرا لكنك لم تبرح الباب ادخل أمامك المساحات الجميلة الواسعة الفسيحة الوضيئة وأمامك البساتين والأزهار اليانعة والأنهار العذبة والأشجار الجميلة والمناظر البهية كل ذلك أمامك بل أعظم بل أعظم من هذا بكثير بعضنا يريد أن يتدبر بعضنا يريد نعم أنا أريد أن أتدبر مغتنعا بهذا الكلام طيب كيف أتدبر الجواب على هذا السؤال يستلزم شيئا من الجهد وفي مثل هذا ألف الدكتور صلاح الخالدي رحمه الله كتابه مفاتيح للتعامل مع القرآن الكريم والشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله كيف نتعامل مع القرآن الكريم والأستاذ كذلك الدكتور الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني ألف كتابا اسمه قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل وأنا لا أظن أن هناك كتابا أفضل لا أظن أن هناك كتابا أفضل من هذا الكتاب في تاريخ الإسلام فيما يتعلق بقواعد تدبر القرآن الكريم كتاب الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني لكن فعلا هذا يحتاج إلى شيء من بذل الجهد وعملية التدبر تحتاج إلى شيء من البذل وهي تجزأ يعني يمكن للإنسان أن يأخذ قصطا من التدبر وأن يحصل نصيبا منه وكلما استكثر من الأدوات استطاع أن يليج إلى عالم القرآن بكفاءة أكبر نحن نعاني من مشكلة أيها الإخوة الكرام مشكلة كثير من مسلمي اليوم بل من صالحي مسلمي اليوم أنهم لا يتلذذون بالقرآن تلذذ من كانوا قبلهم وإن لم يكونوا مسلمين يعني الرواية مثلا التي فيها أن ثلاثة من صناديد الكفر من قريش أمي بن خلف أبو جهل وثالث كانوا يتسللون إلى زوايا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخارج ليستمعوا إلى تلاوته ويمكثون على هذه الحال الليل كله يستلذون به ولما سئل الوليد بن المغيرة عن القرآن الكريم قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه ما الذي وجده الوليد بن المغيرة وهو أحد صناديد الكفر ولم يجده أبناؤنا اليوم ولا يجده المسلمون اليوم ولا يجده الملتزمون الصالحون اليوم عندنا مشكلة في هذا الباب طبعا المشكلة جاءت من انقطاع اللغة يعني هو الذين ضربوا لغتنا العربية عرفوا أين يضربون ضربوا العلاقة بيننا وبين القرآن قد يأس القوم أيها الإخوة الكرام من تحريف ألفاظ كلام الله عز وجل فكان السبيل إلى ضرب عقيدة هذه الأمة ضرب شيء قد يكون أقل حساسية في نظر الناس إلا أنه عمليا يقطع العلاقة بينك وبين القرآن فيصير القرآن مجرد كلمات تتلفظ بها لمجرد التعبد وهذا في غاية الخطورة القرآن دستور أنزله الله عز وجل لتتعبد به نعم ولتتقرب به نعم لكن أنزله ليعلمك كيف تعيش وليعلمك كيف تلقى الله عز وجل وهذا الأمر يحتاج إلى شيء من المهارات ويعني سيسرنا جدا في بعض اللقاءات القادمة أن نرتم مع بعض العلماء يعني المتخصصين في هذا الباب من العلم بما يمكن أن نسميه ورشة ورشة يعني ما بتكون محاضرة لكن يمكن أن نعقد ورشة ما تدريبية فلنقل لبعض المداخل التي يمكن أن يضع القارئ يده عليها أنا أقرأ النص القرآني ما الذي ينبغي أن ألتفت إليه لأتدبر هناك بعض المفاتيح أو الأسئلة الإفتراضية التي يمكن أن تضعها كقاعدة أولى من قواعد النظر في القرآن الكريم من قواعد النظر في النص القرآني ليصير معنا ما صار مع عبد الله بن مسعود لما قال من أراد العلم الغزير فليثور القرآن ستجد إذن أن القرآن يعطيك العقيدة ويعطيك الفقه ويعطيك التربية ويعطيك الإيمان ويعطيك الأخلاق ويعطيك علمك علم الاجتماع ويعطيك إشارات عميقة وكثيرة عن السياسة وكيف تساس المجتمعات وكيف تتحرك الأمم وكيف تهلك وكيف تنجح وكيف تفوز وهكذا والله أعلم فأرجو إن شاء الله تعالى أن يسر الله لنا يعني جميعا أن نخدم كتابه وأن يدلنا على مفاتيح أسرار كتابه وأن يملكنا إياها ويفتح علينا من أسرار هذا الكتاب الكريم هذه السورة عجيبة أيها الإخوة الكرام والكلام فيها يطول وأذنوا لي أن إن شاء الله تعالى أقدم لإخوتي في الهيئة نسخة تأتيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في اللقاء القادم من هذا الكتاب للاطلاع عليه ولأشرف بتعليقاتكم وتوجيهاتكم ونصحكم وأسأل الله تعالى أن يجزيكم عني خير الجزاء إذ قد أحسنتم الاستماع لهذا العبد الفقير على يعني إزجاء البضاعة ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا كثيرا شكرا للدكتور رأفة المصري على هذه المحاضرة القيمة والشكر موصول لكم سادة الحضور فجزاكم الله خيرا وإلى لقاءات أخرى بإذن الله في مجالس ثقافية قادمة إن شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة